أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثوابة راسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي جاء ذلك خلال لقائه الرئيس أو لقاء رئيس السيسي في جدة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كما أكد الرئيس السيسي تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة وأيضا مساعدته على تجاوز كافة التحديات لسيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار سواء في إطار آليات للتعاون السلسي مع المملكة الأردنية الشقيقة أو على المستوى الثنائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة وأوضح المتحدث الرئاسة أن رئيس السيسي أكد كذلك على أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق وأضف المتحدث الرئاسة أن رئيس الوزراء العراقي أكد على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر وذلك للاستفادة من تجربة الناجحة المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق كما ثمن الكاظمي الدور المصري الداعم للعراق والذي يمثل عمقا استراتيجيا لبلاده على المستويين الإقليمي والدولي